ده محتوى حلقة النهاردة لكن ملعون أو الفساد ولا منه لله الفساد الاثنين يمشوا الاثنين يمشوا عشان كده مع بعض الاثنين في مقالي ومقاله انخفاض حد انخفاض حد في منسوب الشفافية بين منسوب الشفافية المنخفض جدا والفساد الملعون بص أستاذ إبراهيم لم أرى في حياتي مثل هذا الوضوح والتبجح في ممارسة الفساد بشكل عين عينك ولكن المؤلم والقاصي جدا أن يكون باستمتاع وموافقة من هو مسؤول كروي داخل المنظومة الكروية المصرية وممثلين في الاتحادات أنا قلت لك قبل كده هناك حلقة مفقودة وأشرت وألمحت إن المسألة تبدأ من عندنا استغلال بعض الذي جاء على مرمهم وعلى هواهم في الاتحاد الإفريقي أن يتواطئ مسؤول الكرة المصرية إلى هذا المستوى ضد النادي الأهلي علشان يمارسه أقصى درجات الجرأة التي وصلت إلى درجة الوقاحة معلش واللي عايز يحاورني وينظرني منهم يحاورني لأن ما حدث للنادي الأهلي في هذه المباراة وقبلها في مباراة التراجي في تونس بس استندوا في مطش التونس إن كان فيه ذهاب وعودة وتلاككوا على حاجة غير موجودة عشان يغتالوا الأهلي معنوية ويتكرر الأمر بتوجيه واعلم مفخير كوركبو وبعدين اتحاد المصري ما احنا طبخينها سوا ما تفتحش بوقك أما مسؤولونا في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هنا الطامة أستاذ إبراهيم اخد مني هذه الملاحظة لن يفوز النادي الأهلي في أي قضية يحتاج فيها الاتحاد الدولي لشهدت الاتحاد المصري أي قضية إرجع من كل الأضايا اللي رفعها النادي الأهلي ماذا حتى تلك التي فاز بها النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي والكاس وموقف الاتحاد المصري منه الموضوع عديم بس زاد قوي وبقى بشكل يعني هو الاتحاد الافريقي أستاذ إبراهيم مش حاسب النادي الأهلي بنافس رير مدريد ولا لا يعنيه أن نادي إفريقي ينافس رير مدريد لماذا تفعل هذا احنا احنا مطلبناش منك حاجة احنا طلبنا منك العدالة ملعب محايد طيب خلاص ضربت بكل قواعد الحياد المنطقية عرض الحائط طيب خليك عادل بقى نعتبر الملعب اللي هناك ده محايد يديني حقوق فيه أما القول بأن أصل الأهلي لعب وحش وانت كنت والنبي انت وهو متوقعين يلعب كواس ازاي يا أستاذ إبراهيم كل عوامل الضغط عن نادي الأهلي مورست ومحدش يقول لي احنا عزلنا اللعيبة ولا يمكن عزل اللعيبة عن الأحداث لا يمكن طبعا طبعا اللعيبة معا موبايلاتها اللعيبة بيجيب لهم تليفونات من زويهم ايه الحق ده عملوا ده ساوه انت الحد يقوم الماتش الصبح بتناضل من أجل حق الجماهير بتاعتك واعدين يجي يقولك مدينك عشر تلاف معرفتش تجيب غير ألفين تلاتة هو أنا لما تديني عشر تلاف وتدي صاحب الأرض أربعين ألف أولا تلاتين ألف طبعا في أرض وفي ملعبه وكل بيتكبده ويتمن الموصلات وتذكرت المباراة اللي هو بيشرف عليه